السلام عليكم تمرين 3 دا لرياضيات صفتاني تناوي قالك أثبت المتطبقات الآتية 1 زائد ظاسين على قاسين يساوي 1 زائد ظتاسين على قتاسين يبي تثبت أن الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر لكن قبل أن نشرح السؤال خلينا نعطيكم حاجات أنتم مفروض أصلا تكونوا حفظينها اللي هي أن الظاسين عبر عن ipped谢谢 الظاسين هي عبر عن جاسين على قتاسين الظاي يساوي جاعا جتا بافي الظتة شين تساوي الظتة الظتة نعفوها هي عبر عن مقلوب الظا يعني بنقلبوها هذه هي عبر عن قتاسين على قتاسين كويس هذو بتحفظوهم القاسين شين يساوي القاسين يساوي مقلوب الي هو الجتأ والقتى السين شين يساوي يساوي مقلوب الجا هذا بتحفظهم زي أساميكم هذا حفظ بهي ونعرف أن في علاقة تانية أن تقول لك الجا تربيع سين زائد الجا تربيع سين تساوي واحد فهذا بتحفظهم لأننا بنمشوا بهم التمرين كلهم بهي ممتاز وفي واحدة تانية متاع الضا تربيع لكن لو كان الجناعة في الأسئلة حنشفها بعونا الله فأول سؤال يليك أثبت أن هذا يساوي هذا أو يكافئ هذا سواء كان يساوي أو يكافئ ما فيش فرق أهم شي يكون طرف العيمان ويصاوي طرف عيسر بما أن المقام قاسين نقدر نوزع للبسط لأنه ما فيش معاه حاجة تانية ما فيش قاسين زائد واحد أو قاسين زائد قتاسين أو قاسين زائد جا فالقاتل توزع لهذا المقام واحد يتوزع للعدد واحد ويتوزع للعدد ضاء تخيل العكس تخيل أن القاسين على واحد زائد الضاصين هل نقدر نوزعها هذه ما نقدرش لأنه فيش موجب في المقام لكن بما أنه ما فيش موجب في المقام نقدر نوزعها هذه للواحد ونوزعها للضاء كويس إذن واحد على قاسين زائد وزعت القاسين للواحدة لتبنى الضاصين على القاسين هذه أول شيء شين يساوي بطرف الأيسر يساوي واحد على قتاسين زائد ضتاسين على قتاسين لأنه تمام ممتاز القاع عبارة عن شيني قلناها القاع قاع عبارة عن واحد على جتة هل تحفظها إذن واحد على واحد على جتة سين زائد الضاصين عبارة عن شيني الضاصين عبارة عن جا على جتة اكتب جاسين على جتة سين اكتبناها هني الضاصين تساوي جا على القاسين قلنا نحن القاع عبارة عن شيني عبارة عن واحد على جتة ونفس الشي القاع قلناها عبارة عن واحد على جتة ممتاز تساوي القتة عبار عن شني القتة عبار عن واحد على الجا إذن واحد على واحد على الجاسين ممتاز زائد الزتة عبار عن شني يقولنا الزتة عبار عن جا إذن جا سين على الجاسين تقسيم اللي هو القتة اللي قلناها هو عبار عن واحد على الجاسين تمام خلي بيش نطلخبطو خلي نفسدها هادي بيش ما تطلخبطوش ممتاز ها ت закو اليه سطر الغامة مقام هل هذا التركيب النظر تجري عددها كلة جميلة هذا مقام بسط noodles ركز معا牌 اقل لذلك كلها مقام مقام المقام بسط بسط مقام مقام نعاود مشديد هذا هو عيبا عن شري مقام المقام لأننا كل هذا الواحد على جتة عيبا عن مقام فهذا عيبا عن مقام المقام إذن مقام المقام بسط وبسط المقام مقام إذن الجتة سين في الجا شون تصبح جتة سين جا سين تنضرب هذه في هذه هذه تركب فوق وهذه تقعد تنضرب لطا بهي كويس إذن الجتة تضربها في الجا والواحد تضربها في الجتة إذن تولي جتة سين في الواحد شون يساوي نفس الشيء هذه هذه مقامها واحد إذن مقام مقام واضح أنها جا سين لأنها ما فيش أي كلام لأن مقلوب القا هو عيبا عن شي اللي هو مقلوب اللي هو بالنسبة للقا مقلوبها جتة ومقلوب القتة اللي هو جا كويس هذه الطريقة تانية نقول فيها لك المهم هذا نحن نعفونا الواحد هذا مقام واحد فلو درت واحد هنا تولي جتة في الواحد الفوقية والواحد هذه في الواحد هذه يعني تولي جتة سين على واحد ما تنكتبش نفس الشيء هذه تنضرب الجتة في الجا وتنضرب الواحد في الجتة كيف مكتبناها هنا كويس نفس الشيء هذه هنا تنضرب الجا في الجتة زائد جا سين في الجتة سين على واحد في الجا اللي هو الجا سين كويس إلا الجا سين تمشي مع الجا سين والجا سين تمشي مع الجا سين شن فضلي فضلي جا سين زائد جا سين شن يساوي يساوي جا سين زائد جا سين هل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر نعم جا سين زائد جا سين هي نفسها جا سين جا سين أو جا سين زائد جا سين هي نفسها جا سين زائد جا سين زوزي بعض تقلب يميني صار مش نحن نعفو ان الواحد زائد اتنين هو يساوي اتنين زائد واحد فيش فرق يعني ده منكتب لك هذي هنية وهذي هنية مش مشكلة همشي جتاسين وهنية زائد جاسين هنية جاسين زائد جتاسين اذا ميساوي بعض كويس هذا بنسبة للسؤال الاول خلينا مسحها بسرعة ونمشو للفقرة اللي بعدها الفقرة اللي بعدها قال لك ذاتيتا زائد ذاتاتيتا تساوي قاتيتا قاتاتيتا كويس ممتاز اذا خلينا اخذوا الطرف الايمن نبسطوه نشوفو لو كان ما قدرتش نجيبها زي ليسارتو نحللوه حتى اليسار خلي الطرف التاهوة烤ي تيتا. شن يساوي? خلي الطرف اللهوة خلي. يساوي قات تيتا قتا تيتا. خلوه زي ما هو مش حاجة نقربه. بدلا نحتاجوه ومبسطوه. المهم. احني احني لاحظونا المقامات مختلفة فنقدر نواحد المقامات فنخط على هادي ونكتب جا تيتا. ونخط على هادي ونكتب هي اللي هي جا تيتا. توحيد مقامات عاديات صف تاسع. نخط على هادي ونكتب المقامة هو. نخط على هادي ونكتب المقامة هو. كويس. اضرب تولي جا في جا تولي جا تربيع تيتا. بهي. زائد جا في جا تربيع تيتا. صح ولا? ضربت هادي في هادي. زائد هادي في هادي. على مضروب المقامين. جا في جا تيتا. في جا تيتا جا تيتا. ممتاز. شنه يساوي هذا خلينكتب الطرف الايسر. وهو قاتيتا قاتاتيتا. بهي. كويس. احنا يقولنا جا تربيع تربيع زائد جا تربيع. شنه يساوي? جا تربيع زائد جا تربيع؟ تربيع 1. اذا 1 على جا تيتا جا تيتا. واحد على جا تيتا جا تيتا. شنه يساوي اكتب الطرف الايسر كويس. اللي هو قاتيتا قاتاتيتا. الآن بهي. احنا نعفوه ان الي واحد على الجا عبارة عن شن واحد على الجا اللي هو قتة اهو كتبت هنا واحد على الجا اللي هو قتة اذا قتة تيتا والواحد على الجا كتبناه هنا الواحد على الجا اللي هي قا اذا قا تيتا شن يساوي طرف الايسر اللي هو قا تيتا قا تيتا هل هذا يساوي هذا نعم قا تيتا قا تيتا قا تيتا وهنا قا تيتا قا تيتا هل نعفونا الواحد في الاتنين هو نفسه اتنين في الواحد يعني حتى لو كان جمع حتى ضرب مش مشكلة واحد في اتنين هو نفس اتنين في الواحد هنا قطة تيتا قطة تيتا هنا قطة تيتا يزوزي بعض وهذا هو الفقرة التانية اللي هي نجاوب الفقرة جيم وبعدها ان شاء الله في فيديو قادم حينكمل باقي التهمالي بهي التمليل اللي بعده يقول لك واحد واحد زائد جا تيتا على جتا تيتا تساوي جتا تيتا على واحد ناقص جا تيتا بهي هذه جتا كويس اذا واحد زائد جا تيتا على جا تيتا تساوي جا تيتا على واحد ناقص جا تيتا لو اخذينا الطرف الاي من هو ودرسنا هل نقل نوصله الطرف الايسر او لا يل منثبته احنا فاحسن شي ناخد الطرف الايسر نضربه في مرافق شنى مرافق البسط فناخد واحد زائد جا تيتا على جا تيتا بهي نضربه في شنى في مرافق البسط كويس فكيف ما قلنا نبو نضربه في مرافق البسط فاضرب في مرافق البسط لعكس الاشارة الموجب هذي اللي يتولي واحد ناقص جا تيتا على واحد ناقص جا تيتا واخدين اضرب في مرافق نفس هذا غرب استقلب الاشارة هل يساوي الطرف الايسر اللي هو جا تيتا على واحد ناقص جا تيتا نشوفو اضرب هذي في هذي هذا كأنه عبارة فرق بين مربعين لو ضربتها بتبسيطي حتوصل لنفس الحل فانين اعرفها بما ان هذا عبارة شكلي كأنه فرق بين مربعين هذه الموجب واضي بسالب ف الاكد النقيًة سيكون 1 ناقص جا تربيع تيتا بامكانك تبسطها تعال معاى بدلا انت ممرتش عليك فاخدوا بواحد زائد جا تيتا تضربه في 1 ناقص جا تيتا واحد في الواحد بواحد واحد في جا بجا تيتا ناقص جا في الواحد بناقص جا تيتا ناقص جا في جا بناقص جا تربيع تيتا إذن أجمع واحد هادي تمشي معها ناقص جاتر بيع تيتا إذن فرقهم ربعين فلهذا النتج هو البرص يساوي واحد ناقص جاتر بيع تيتا واحد ناقص جاتر بيع تيتا على المقام اللي هو جتا تيتا في شيني في الواحد ناقص جاتيتا هل يساوي الطرف الأيسر اللي هو جتا تيتا على واحد ناقص جاتيتا كويس تعال معي شوي هنا يا عزيزي هي وهي واحد ناقل جا تربيع هي مرت علي لكن مرتش علي لما تشبح واحد مطروحة مع جا تربيع معناها كيد جايبينها من القانونه هو أعلاش أعلاش قلتك جايبينها من القانون هذا تعال معي خذ جا تربيع انقلل الطرف الأيسر إذا تصبح جا تربيع تيتا تساوي واحد ناقص هذه تنقل بإشارة تولي ناقص جا تربيع سين فلما تنقل هذه الطرف الآخر تنقل بإشارة متاعتها هي اندر تيتا مش مشكلة ديرها حتى سينها ديرها سين سين تيتا هم شي زاوية فلما ترفح طرف الآخر تصبح بإشارة سالبة إذا واحد ناقص جا تربيع شين يساوي يساوي جا تربيع إذا بص شو يساوي جا تربيع تيتا على جتا تيتا في الواحد ناقص الجا تيتا هل يساوي الطرف الأيسر اللي هو جتا تيتا على واحد ناقص جا تيتا كويس التربيع تمشي مع الجتا الشن يفضل يفضل فوق مشتت التربيع مع جتا تقعد لواحدة من جتا فوق تقعد لجتا تيتا على واحد معقص جا تيتا هل يساوي الجا تيتا اللي هو الطرف الايسر على واحد معقص جا تيتا البسط نفس ما هو والمقام نفس ما هو اذا اثبت انهم يساوي بعض هذا بالنسبة للفيديو الأول اشترككم اول تلاتة امثلة او تلاتة مسائل ان شاء الله سنكمل لكم باقي المسائل في الفيديو القادمة شكرا جزيلا والسلام عليكم وبركاته